اهلا بحضراتكم مشاهدين خليني ابدأ مع حضراتكم واقول ان ما فيش شك ان الصيانة في اي مشروع هي اهم حاجة لانها هي اللي بتحافظ على المشروع وهتضمن كمان انه يشتغل اطول فترة ممكن خليني كمان اقول لحضراتكم ان مصر خلال الفترة اللي فاتت نجحت جدا انها تعمل مدن جديدة زكية هيتم ادارتها ادارة زكية خضراء مستدامة في فاكرتنا دي هنتكلم على كل ما يخص الادارة والصيانة مع ضفنا الدكتور حسام البرنبولي استاذ العمارة والصيانة بجمعة عين شمس ورئيس لجنة الكود المصري للتشغيل والصيانة مساء الخير يا فانديم مساء الخير يا فانديم حضرتك منوارنا النهاردة الله يخبرك يمكن احنا هنبدأ كلامنا ونتكلم على موضوع مهم جدا وكل الناس النهاردة بقت وعية وبقت حبة انها تعرف عنه معلومات اكتر وهو الادارة والتشغيل يعني ايه النهاردة اعمل مدينة زكية وايه مفهوم ان يكون فيه ادارة زكية موجودة بتدير المبنى او بتشغل المبنى يا فانديم مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا لما بنتكلم على الصيانة فاحنا بنصون مين صحيح بنصون المبنى لاجل مين الاجيال القادم ولينا صحيح يبقى انا عندي مقولة دايما نقولها صيانة البشر قبل الحجر اه يعني اصد حضرتك ان احنا نتعلم زي اصون الانسان من اجل الحفاظ على المبنى ويحضرنا بذلك ان بالضبط اما نيجي نتكلم على تاقد الشيء لا يعطيه صحيح لازم صاحب الشأن ده يكون عنده الثقافة يتعمل مع صيانة اللي هو ازاي النهاردة انا احافظ على البيت او احافظ على المبنى اللي انا بشتغل فيه او عايش فيه يعني يمكن اصد حضرتك ان احنا لازم نوجه بالثقافة دي بالضبط التوعية ورفع المعلومة والتعامل معها ومن لا يحافظ على الرخيص ما يقدرش يحافظ على الغالي بندير المباني ازاي المقولة المذكورة للناس ان هناك project management يعني ادارة المشروعات ادارة المشروعات ليست هي ادارة الخدمات في فسالة management في project management project management من بداية المبنى الى التسليم انما ادارة الخدمات ما بعد التشغيل دي مهم جدا ان احنا نبقى على علم بيها فالكود موضوع علشان اراعي في حالة التصميم المبدئي ان انا اراعي ان هذه العناصر يتم صيانتها كده حضرتك بتقولي ان انا لازم براعي ان يكون في شركة ادارة وتشغيل من قبل مبدأ البناء من البداية من قبل المشروع ما يبتدي ولازم الرسومات المعمارية والانشائية والكهربائية والالكتروميكانيك تتعرض على شركات التشغيل والادارة على الاستشاري الصيانة استشاري الصيان ودي لها لسه قصة ان هو يقدر يقرأ ويشوف هل هذه العناصر يصبح صيانتها ام لا هل اقدر اوصل لها اعمل لها صيانة ولا لا وده هيدينها للنقطة التانية اللي حضرتك تكلمتي عليها وقلتي صيانة زكية كلمة زكية هنا هوت يعني ايه يعني كومبيوتر ايس يعني بقدر اتعامل مع السمارت مع الزكاء الآلي في معرفة النقاط الموجودة في المبنى عن طريق حاجة اسمها المستشعرات ازاي يا فان سنسور هذه السنسور اقدر في الدور الاربعين ولا في الدور الخمسين اقدر اتابع ما هو موجود فوق على المونيتور على الشاشة واقدر اشوف اي اعطال توصل لي اقدر اتعامل معها هذا العطل بيدخلنا فيه برامج اخرى اسمها البرامج التنبؤية الاستباقية او ان انا عرف ان الحاجة دي احتمال تبوز او فيها مسلا مشكلة لا انا على ايه على الكود ان انا اعرف هذه اللمضة ساعات التشغيل بتاعتها قد ايه يبقى بتنبأ بحدوث انتهاء عمرها امتى فابقى دايما عمل حسابها في نفس الوقت اقتصاديا كمان ان اللمضة دي لها عدد ساعات تشغيل طبقا للدوام دوام العمل ما شغلاش اكتر فبتقل من العمر بتاعها وبناء عليه بصل في كهرابا زيادة فدي منظومة متكملة كل الحاجات دي يا فندم احنا عملناها في المدن الزكية بتاعتنا بنعملها يا فندم بنعملها اه دا عموما في مصر يا فندم نعم دا عموما في مصر في مصر بالكامل فبناء عليه احنا بنحط انه لازم نديله دورة تدريبية يقدر يوصل انه هو يبقى ابدأ ان انا اهل المهندس من النهار والمهندس ده لي كاتيجوريس لتصنيفات مهندس ممارس ثم مهندس اخصائي ثم استشاري ثم خبير ما جيش في بورج قمته 3 مليار واجيب مهندس صيانة حديث تخرج مش ملم فدي قيمة مالية وخبرة علمية حلو جد ادي شيء حضرتك ذكرتي كمان يا فندم ايه الخضراء انا عامل موسوعة بتتكلم على ذلك انا عايزة حضرتك تشرح للمشاهدين يعني ايه صيانة زكية ما هي دي يعني احنا النهاردة كل يوم في مصطلح جديد ممكن الناس ما بتبقاش فهمة قوي معنافة لو حضرتك تشرح لنا اكتر يعني ايه صيانة زكية الصيانة الزكية يعني معناها صيانة تعتمد على الكمبيوتر على الحافب الالي على التكنولوجيا على التكنولوجيا على الثورة الصناعية الربعة على البيك داتا اللي هي المعلوماتية بحيث ان انا اقدر اوصل للمعلومة واخزنها وقدر استدعيها امتى في برامج وشارت نمازج بنوصل بعد كده هوت اللي انا وصلت له ان انا بتكلم على الارتيفيشل انتليجينس الذكاء الصناعي اعلى بقى صحيح ان انا اقدر اتحكم في التعامل مع المباني العالية المباني اللي انا مساحتها منتشر على الارض بالروباتيك بالروبوت الصناعي دلوقتي في افراد الامن احنا بنعمل ايه نتعامل مع المكان ازاي بالكاميرات بالمرأبة الالكترونية صحيح فالمرأبة الالكترونية بتديني المعلومة اقدر اخزنها واقدر استدعيها واقدر اشوف حالات السرقة واشوف حالات الاعطال طيب لو حصل عطل اتعامل معه ازاي طب انا عايز يا فنم اربط ما بين السيانة المستدامة والمدن او المباني الزكية الخضراء اربطها ازاي اه ان الاول لازم نوضح كلمة يعني ايه سيانة مستدامة سيانة مستدامة يعني سيانة فيها استمرارية هذا الاستمرار يحافظ على بقاء عنصر او مبنى لاداء جيد لفترة طويلة لفترة طويلة من الزمن ويريح من يستخدمه صحيح طيب وجينا قلنا بعد كده سيانة زكية خضراء ما المقصود بكلمة خضراء هنا السيانة الخضراء هي المقصود انا بستخدم مواد طبيعية لا تتفاعل مع المستخدم مواد صديقة البيئة مواد لا تؤثر بتفاعلتها الكربونية او الكابريتية او الغذات او الاشعاعات بحيث انها تؤثر على المستخدم وصحته ازاي يوفر في السيانة يا فندي؟ ما هو ده التوفير انا اقدر اعمل بمنظومة عندي اوفر 20% من مصاريف السيانة ليه لاننا مش هستنى الخطأ بيقولك الوقاية خير من العلاق طب واستباق الخطر يوفر على المستعمل او المطور او المالك او المؤجر الكلام دوت انا لو حصل لي دفاكت او عيب العيب ده هيأثر على العناصر المحيطة بحيث ان انا الاقي نفس ان انا بعالج بدل معالج عنصر واحد لمبة اللمبة دي حصل ماس كهرباء فيها هتأثر على الستير الموجودة على الحطان على الاخشاب اللي موجودة طب انا لو رأيت كلام ده انا وفرت على نفسي ادي واحد اقتصادياتها زي ما قلت لك اقتصادات الشغيل ان انا اشغل بس للتايم بتاعي للوقت المناسب اشغل 24 ساعة في عندي مباني حكومية المباني الحكومية ايه اللي خلينا اشتغل الكهرباء ومورة 24 ساعة عدد ساعة التشغيل بس او عدد الدوام كل ده بيعمل توفير بشكل كبير طبعا اكيد طبعا احنا بنتكلم في التكنولوجيا والاضاءة اللي هي بتعتمد على السنسور يعني فيما معناه ان الدنيا ما يحصل لها الفراغ ده ما ينورش ويبيع انا حضرك موجود مليء مستشعرات كذلك التحكم في اجهزة اسمها البي ام اس موجودة بتدير المبنى بتدير المبنى التكييف مربوط بيها الاضاءة والكهرباء والمولدات واا واا كلها طب هنا يا فندم في حاجة مربوطة بالموضوع ده وهي ودائع الصيانة وفروق الصيانة من له الحق في وديعة الصيانة مين يا فندم مفروض المالك وليس المطور وليس المستثمر المطور بياخد الوديعة اللي هو انا معرفش حدتها 8% 10% بناء على ايه ايه كلام ده كله ولكن هو المطور مش بيشتغل بيها او بيدير بيها يا فندم لا هي ده عرف السوق ام انما هي لها حسبة وانا عندي الحسبة ديه انا اقدر احسب الصيانة قيمتها الدقيق بناء على مشاهد المبنى ايه عناصر الامن ايه ويعني اصدر حضرتك ان المطور مثلا بيحط نسبة عالية المفروض يحط نسبة قليلة نسبة مجهولة مجهولة وفي نام ونمرة اتنين هذه الوديعة مفروض انها تحط توضع في حاجة اسمع العقد السلاشي العقد السلاشي ما بين المطور والمالك وشركة الصيانة من الاول اللي بيحصل المالك بياخد الوديعة يأتمن بيها في البنك بنسبة 80% لمدة السنتين تلاتة لغاية ما يبني والكلوس دي دخلت له الحشارة ولكن اعتقد يعني ان مش كل المطورين طبعا بيمش بالماء فرؤات سيانة يعني ايه انا لما يجي النهاردة فرؤات سيانة يعني 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 يا فندم انه خد عمل الحزبة بتاعته بوضية السيانة دي 8% او 10% او 12% وهي مش مدروسة صح لانه ما يقدرش ان هو هو فيه زي بروموشن لقى ان هو الكمفاوند اللي جنبه والمبنى اللي جنبه بياخده 10% عشان يجذب عدد يعني حزبة المطور كانت غلط من البداية مليون في المية فيحصل ليه بالزبط بعد كده الوديعة دي بتتاخد مفروض تبقى فحصالت اتحاد الشغلين اتحاد الشغلين لسه متعملش انه مفروض يتحط في حساب وسندوق مع شركة الصيانة ملهاش نتحكم فيها بتاخد الاندرست اللي هي الفوائد بتاعته هي دي اللي بتشتغل تتقنى مصبوطة اللي بيحصل بالزبط ان ما بيتمش الكلام ده لانه المطور ما باعش النسبة الكبرى فليه جزء منها المالك جزء منها يمتلكه فاللي بيحصل بالزبط انه هو تظهر هنا فروقات الصيانة لانه مش مدارسة صح فانا دفعت الوديعة اللي هي التمانية ولا العشرة في المية وبعدين بعد ما شكنت بعد سنتين ثلاثة وطالب بفروقات صيانة طب بتاعته طب انت يعني اقول لك اصل الظروف اختلفت طب انا انا كعميل احساب اقدر احسب النسبة قد ايه ازاي يا فندم بيتحسب بفندم بناء على المعطيات اللي عنده المساحة عدد افراد الام تجميع القمامة الاضاءة المية الزراعة العناصر ايه فندم بس انا في الاخر كعميل مش عارف الحاجات دي كلها خالص هنا اللي بيحصل بالزبط لابد ان يكون هناك شركة صيانة من الاول شركة صيانة هي الملزمة هي المسؤول عن وديعة السيانة ومسؤول عن لو في فرؤات سيانة مسؤول عن كل الموضوع هي مسؤولاتها ما فيش حاجة اسمها فرؤات هي وديعة السيانة بتغطي وفي حاجة اسمها investment اللي انا قلت لحضرك عليها ان انا عندي فيه مساحات موجودة جوه الكمباوند او جوه المبنى بقى خلاص ملك الاتحاد الشغلين اه ابراج انتنة وا 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 بتعود على الملاك فيبقى neutral zero ما فيش حاجة اسمها في الوقت يعني في الوقت دي اول حاجة في العالم المصريين يبتكروها معهم كنت بتكلم كنت بتكلم مع حضرتك قبل الفكرة وقلتلي ان فيه حاجة جديدة اسمها شهادة الراحة الصحية للسكن شهادة الراحة الصحية للسكن لو حضركت تشراح الله طيب يا ستي انا دلوقتي كنت بتكلم على شيء مهم جدا في الاول ودائما انادي به صحة الانسان صحيح صحة الانسان مهم جدا بيقولوا ايه اختار المكان المريح بالنسبة لك طيب ماذا يحدث اللي بينزل يشتري وحدة ذكانية او وحدة ادارية لابد ان هو يشوف هذا المكان مناسب صحيا لي او لا صحية فانا بالفعل عملت حاجة اسمها البروكير هذا البروكير او المركز بيعمل باجهزة يقيس فيها جودة الهوى الرطوبة الحرارة كل الحاجات دي بتقصر على الانسان طبعا ايه تاني والبوليوشن التلوث الضوضاء دي كلها قبل ما تسكني بتيجي تقولي هذا المبنى صحيح بالنسبة لي ولا لا دكتور نورتان الله يخلي كيف بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات اللي احنا النهاردة اتعرفنا عليها مع حضرتك ونقلناها كمان للمشاهدين امين يا رب شكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على المشاهدين اشكرك افنا